بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أعزائي التلاميذ اليوم نقدم لكم موضوع خطة حل المسألة اعمل نموذجا من كتاب الرياضيات للصف الأول الابتدائي أولا في السلة الواحدة خمسة رقيات ما عدد الرقي في سلتين في سلة واحدة خمسة هذه سلة فيها خمسة رقيات في سلتين يعني نجمع هذه السلة مع هذه السلة المجموع يكون عشرة رقيات عدد اللاعبين في فريق كلة السلة خمسة لاعبين ما عدد اللاعبين في الفريقين عدد الفرق واحد إذا كان الفريق الواحد فيه خمسة لاعبين فريقين يكون فيه عشرة لاعبين لو نعدهم واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة هذا فريق الاول ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة الفريق الثاني اذا الفريقين يكون فيهما عشرة لاعبين رتب احمد لعبه فوضع ثلاثة لعب على كل رف ما عدد اللعب على ثلاثة رفوف عدد الرفوف اذا كان رفا واحدا فيه ثلاثة لعب اذا رفين يكون فيه ستة لعب لان في كل رف ثلاثة ثلاثة وثلاثة يصير ستة اذا كانت ثلاثة رفوف يصبح لدينا تسعة لعب على جميع الرفوف الثلاثة عدد اللعب تسعة في الدراجة الواحدة عجلتان كم عجلة في ثلاثة دراجات عدد العجلات في الدراجة الواحدة عجلتين في دراجتين اربعة عجلات واحد اثنان ثلاثة اربعة دراجتين في ثلاثة دراجات ستة عجلات واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة والى هنا نأتي الى نهاية هذا الدرس والى لقاء في درس اخر ان شاء الله ولا تنسوا الاشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة